موسيقى مشاهدية الكرام وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي حننقش فيها أهم الأخبار والمقالات والحوارات والتحقيقات المتنوعة سواء من الصحف أو المواقع الإلكترونية بنبتدي أول أخبارنا بالرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس بقصر الاتحادية الرئيس سلفا كير مياردات رئيس جنوب السودان حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية وتم استعراض حرس الشرف وعسف السلامين الوطنيين للبلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على استمرار دعم ومؤازرة مصر لجنوب السودان في الفترة الراهنة ارتباطا بتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام المنشط والمواقع في عام 2018 والتحديات المرتبطة بجائحة كورونا ومخاطر الفيضانات والأزمة الغذائية فضلا عن مساندة جوبع في الارتقاء بمختلف القطاعات التنموية خاصة في مجالات الرئي والصحة والتعليم وذلك بالتوازي مع إطلاق عملية شاملة للتكامل الاقتصادي على المستوى الوطني معنا الآن على الهاتف الأستاذ زكريا عثمان المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية بالأهرام وكان من المفترض أنه يكون معنا في الستوديو لكن لازدحام الطريق هو لسه مقدرش يوصل لمدينة الانتاج أستاذ زكريا صباح الخير صباح الخير يا فن أهلا بيك توصل بالسلامة إن شاء الله لمدينة الانتاج وتشرفنا في الستوديو بإذن الله أربنا أتلمك فان إن شاء الله أشوفنا جدا لزوي الله يخليك أستاذ زكريا يعني أنا كنت بقرى خبر استقبال سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس لرئيس جنوب السودان والسيد سيلفا كار مياردات العلاقات بين مصر وجنوب السودان ودعم مصر للسودان في المرحلة الراهنة سواء السودان الشقيق أو جنوب السودان ولكي تمر السودان من المرحلة الراهنة التي تمر بها تعليقك على هذا الموضوع والتكامل الاقتصادي ما بين مصر وسودان يعني في الحقيقة دعيني أقول العلاقات السنائية بين مصر وجنوب السودان هي علاقات أخوية وشائج صدقية عميقة وبالتالي جنوب السودان يعتبر جزء يتجزى من الأمن القومي المصري والعكس تماما فمصر حديثة تماما على تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي في جنوب السودان ولدل على ذلك من تأكيد السيد الرئيس أمس خلال استقباله لنظره الجنوب السودانية تفكير على دعم المصر دائما متواصل لاتفاق السلام المبرف العام 2018 وثمانة عشر في جنوب السودان لتمكين هذا البلد من تحقيق الاستقرار والسلم وللتحرك ثوب الحركة التنموية التي يمكن أن تنهد البلاد إلى مزيد من التقدم ودعينا أقول هناك بصمات مصرية واضحة في جنوب السودان هناك شركات تعمل في مجالات اقتصادية وتجارية مصريفة لسيما في مجال الكهرباء مجال التصالات مجال الطرق وغيرها من المجالات التي تدل على عمق العلاقات السنائية بين البلدين دعينا أقول هناك عدم المجالات والسيما علاقات السنائية وكذا كذا القضاء الإقليمية سواء في شرق أفريقيا أو في القرن الإفريقي وغيرها من القضاء الملحة والهمة التي تجاذب الزعيماني أمس أطراف الحديث بشأنها وبالتالي دعينا أقول هذه الزيارة تأتي فترة فريقة من تاريخ القرنة السمراء بصفة عامة ومصر وجنوب السودان بصفة خاصة على اعتبار أن هناك العريض من القضاء الملحة التي يحتاج زعما بالفعل إلى بحثها وإلقاء الضوئي بشأنها يعني حضرتك بتشير أن التوقيت الزيارة أيضا يحمل مضمون بالفعل يحمل مضمون دعينا أقول هناك العديد من الملحات الملحة التي تطرح نفسها على أساحتين المصرية والجنوب السودانية دعينا أقول على سبيل المثال مكافحة أزمة كورونا أيضا أزمة الفرزانات التي تكتاحها السودان وجنوب السودان وكذلك أيضا ملف صد النهضة التي تحرص مصر على دعينا أقول الحصول على دعم مكافحة الدول المعنية في دول حوض النيل وبالفعل الرئيس عبدالستيح السيسي أمس أكد على حتمية وضوءات التواصل إلى اتفاق ملزم وقانوني استنادا إلى أمرين بالغير أهمية أحدهم هو القانون الدولي والثاني هو المخرجات مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن ودعينا أقول أن الرئيس أكد على أن تحقيق تقدم منموس في هذا الملف يعني تحقيق استقرار في المنطقة بأكملها وبالتالي هناك ثمت حاجة ملحة على التشارع مع الأطراف المعنية بهذا الملف وأجزب أن جنوب السودان هو من أبرز القواء الفاعلة في هذا الملف أستاذ زكريا أنا عرفت أن حضرتك وصلت لقناة صادر البلد فأستأذن المشاهدين الكرام بأن احنا نطلع لفاصل وتكون منورنا هنا في الستوديو شكرا لفاق